السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف الحال شباب شرطكم بخير ورجعت لكم اليوم بحلقة جديدة بعد الحلقة اللي نزلتها قبل كم أسبوع بين ماغنوس كارسن والعالم كتير منكم طلب مني انه جيب مباراة كسفاروخ ضد العالم فان شاء الله بهاي الحلقة رحين نجيب هاي المباراة هاي المباراة اللي عبت بسنة 1999 والفكرة منها والآلية كانت انه بيجيبوا فريق من الإقرار الماسترز فريق قوي جدا وبيخلوني يقترحوا انه يصوت على النقل الأفضل طبعا كل لاعب معه 24 ساعة عشان يختار النقلة الملعوبة يعني كاري كسباروف بيلعب مثلا هون C4 وعنده العالم بعده 24 ساعة يفكر ولازم يختار هل يلعب C6 ولا D6 ولا E5 او اي نقلة بده اياها وكذلك بعده كسباروف يفكر 24 ساعة فالخلاصة في 24 ساعة لكل نقلة كاري كسباروف عام يلعب بالأبيض والعالم بالأسود وبلج كسباروف بنقلة LE4 طبعا خلوني امسح هاي النقلة E4 من كسباروف C5 من العالم الدفاع السقلي نايت على F3 D6 ومعنى البشوب على B5 يمكن بشوب B5 ما هاي النقلة او الافتلاحية اللي برعبها كسباروف بس هو حكى واعتزر يعني عن هالموضوع وحكى انه انا ما حبيت انه إلعب D4 هو بيلعب D4 عالتا فهو حكى انا ما بدي إلعب D4 عشان اه يعني انا محضر هذا اللاين ضد ببطولة العالم فقال انا ما بدي فوت بها اللاين وخلص لعب هون بشو B5 بشوب على D7 من الأسود كسر هون بشوب تكس D7 وينتكس على D7 وC4 الفكرة هون انه انا بخلص من الفيلة الأبيض تبعي بعدين بصر عندي تشكيلة C4 E4 B3 F3 وبحاول انه انا اسيطر على الخانات البيضة نايت على C6 بين الوضع نايت على C3 بكامل انتشاري نايت على F6 وتبيض قصير من الأبيض G6 من العالم D4 من كسباروف CxD4 نايت تكس على D4 وبهذا الوضع بعد نقلت بشوب G7 صار في ضغط رهيب على هاي الخانة فكسباروف حكالك خلص انا برجع نايت D على E2 عشان اتجنب اي كشوف مثلا هون لو انا مثلا لعبت مثلا اي نقلة ممكن انه خصمي يأكل بعد هيك يصار في كشوفه بشكل عام مع هذا الفيل وبصر في مشاكل عن الوزير تبعي فرجع نايت D على E2 من باب خلن نحكي النقلات الدفاعية اكوين على E6 وبعد نايت تكس طالب جندي C4 وال E4 وهون كسباروف دافع بطريقة حلوة ولعب نايت على D5 فكرة نايت على D5 بهذا الوضع انه انا طالب فورك على C7 وهذا الوضع الاسود بيكون عنده اخرين يا انه بيحمي الفورك هذا وبيجي روك C8 مثلا لكن بهذا اللاين الابيض بيكمل F3 وال E4 صار محميه وال C4 صار مغطى عليه ونوعا ما الحصان اللي على D5 يعتبر الحصان قوي او انه بيأكل كوين تكس E4 نسو ما صار بالجام بيضحي بفرق لكن بالمقابل بيصار عنده جنديين ووضع مرتب فكسباروف هون لعب نايت C7 فورك على الملك والقلعة كينغ على D7 نايت تكس E8 وكوين تكس على C4 بهذا الوضع الاسود صار عنده جنديين صح هو ما اكل الحصان لكن الحصان بالجيبة بيقدر يأكله امتى ما بده ووان فكره كتير حلوة لازم يعني انت كلاعب شطرونج تكون عارفها كتير مهمة كتير يعني خانحكي بتعمل فرق بقيماتك وركزولي على كلمة بتعمل فرق لانه حنرجع لنهاية الفيديو بهان الوضع الحصان هذا ما عارف يطلع فهون كسباروف فكر فرحة كانك انا خليني EGNAT P6 check هو رايح رايح فخليني EGNAT P6 check الفكرة انه هلا اون في فورك على الملك والوزير الجباري تاكل الحصان تابعي واللي صار في هذا الوضع انه الاسود صارت جنوده مركبة انا اوكي الحصان تابعي كان رايح خلص ما بنخلي يروع الفاضي EGNAT P6 نخرب لك جنودك وهذا الوضع اذا فتنا endgame بتكون endgame من مصلحتي هنشوف هاد الشي خلال هادا الگيم هادا الوضع ونكسباروف بدون ينتشر بالقطع فكر 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 لو انا شرط فيلي ففينا G4 فشاف انه احسن شي انه ممكن يجي نات C3 عشان يسيطر على هو الخانتين وبشكل عام الاحصان بيكون مغطي على الفيل روك على A8 ضغط على عمود A كامل فA4 بهذا الوضع عشان امسك خانة B5 وA4 نقلة مهمة بصراحة بشكل عام عادة لما يكون الخصم عنده جندي مدبل بحاول انه يخلص منه على سريع بحاول يلعب B5 B4 بعد هيك B3 فA4 نقلة بتمنع B5 وبشكل عام ممكن انا بعدها اكمل بيروك A3 وانا اشط القلعة تبعتي على الصف الثالث كامل نات على ال E4 تعال كسر قطعهم كسباروف شاف انه هو مضغوط اكتر وقطعه لسا تماما تشرفه شاف انه تكسير من مصلحته بعد نات تكس E4 وكوين تكس E4 اللي استفادوا الاسود انه فتح للفيل الاسود تبعه الكوين على ال B3 بهذا الوضع طالب جندي ال F7 وجندي ال B6 وكمل الاسود بنقلة ال F5 بعد نقلة F5 هون هل ال الابيض بيقدر يأكل كوين تكس V6 ولا هاي تعتبر مستيك او غلطة يعني او يعني مستيك مستيك يعني بسموها غلطة او ما بعرف يعني نقلة سيئة على بان الوضع لو انت اكلت على ال B6 انا بشوف انه نقلة نايت على ال D5 بهذا الوضع خطيرة لانه هون انا حميت جندي ال B7 انا ممكن انه يجي فورك على الملك والفيل بعد ما تاكل بصرف يضغط كتير رهيب هون وبشكل عام هون روك اس اكس تهديد يعني مثلا لو انت جيت اي نقلة بدي افترضه انه انت لعبت H3 ما هتميت روك اس اكس هلا لو جيت هون ففي فورك ولو جيت هون ممكن انه كمان يكون في فورك فبشكل عام الوزير بيبلش انه يصير عليه تهديدات ومثلا حتى لو جيت هون انا هلا انتبهت انه فيتشك سواني انا اخربطت اي اخوان هون هون فيتشك بعد هيك الوزير بيسقط فاروك اس اكس نقلة بشكل عام بتكون كاسبة والوزير هذا بيصرف على مشاكل طيب فخلونا نرجع الجندي اي لا على البي سكس ما بيتاخد فهون كمل بيبشبه على الجيفاء كسباروف رابط بين القلعتين وفي ضغط على ال E7 اكوين على البي فور تعال كسر وزراء اكوين على ال F7 ما بدي كسر انتهت الفيل تابعك نجح هون بالفيل تابعه على ال E5 وهي نقلة حكيمة وذكية جدا ماذا الوضع بيحكي له انت ممكن تاكل على ال E7 بس لو انت اكتب على ال E7 انا بيجرك E8 وهي الفكرة من بيشب E5 القلعة والفيلة بيتعاونوا مع بعض وفي ضغط على وجندي ال H2 ورح تخسره ويعني اذا فتبها اللاين رح تخسر الجيم فحلو شلون الاسوار اختار انه يفوت بهذا اللاين ولعب بيشب على ال E5 H3 بهذا الوضع عشان امنع هاي الفكرة والأبيض هون اكل روك تيكس على ال E4 بعد هاي التكسيرات روك تيكس A4 كوين تيكس A4 وكوين تيكس على ال E7 كمل هون الوضع بيشب تيكس على ال B2 وكوين تيكس على ال G6 شوية تكسيرات لكن صفت معنى Endgame الآبيض عنده جندي أتسالك بينما الاسود عنده جندي بيسالك لكن الفرق الجوهري هون انه هون الجنود المنبلين بينما هون الجنود سريعين و صحاح كوين على ال E4 طبعا فكرت كوين E4 انه انا بمسك هاي الخانة فهمناك من انك تيجي روك على ال B1 ودحمي هادا الجندي الا على ال F5 الـ Queen على الـ F7 نوعاً ما بحاول أنه أنا يعني خاني نحكي أفضي المجال للجندي وإيجي الـ Queen على الـ B7 لو بدي بشوب على الـ D4 عشان احمي هذا الجندي الـ Queen على الـ B3 وF4 فكرة F4 وإنه بفتح المجال لهذا الوزير أمسك خانة الـ H7 الـ Queen على الـ F7 طالب جندي الـ F4 إجاب يشوب على الـ E5 حامي هذا الجندي H4 كل الطرفين هلأ بيحاولوا أنه يسلكوا الجندي تابعون B5 H5 يعني اللي بيسبوه أول هو اللي بيكسب وهون Queen على الـ C4 الفكرة بها للوضع أنه لازم أنت تكون مركز لو أنت هون كسرت وزراء هلأ تكسير وزراء دائماً بيكون مصالح الأبيض بشكل عام يعني لأنه الجندي هذا صعب أنك توقفو وجندي هذا سالك بينما الأسود أوكي أنت عندك جندي سالك لكنه مدبل ونقل نفسك على الـ B1 خلص يعني القدع أقوى بالنهايات من ناحية التوقيف الجنود السالكة بس لو هون أنت بكل ساذاجة أو أعذروني عن كلمة إذا ما كانت منيحة أكلت Queen Take C4 فقوة الضعف عن خصمك بطلت قوة ضعف وصارت قوة نقل شو عم خبص أنا بطلت أعرف حكي عربية بطلت نقطة ضعف صارت نقطة قوة وصار في جنديين سالكين هون فجأة حيلعبوا بي 5 بي 4 C3 و C2 يعني الجنود هاي حتسلك وحيصير وزير فبعد Queen C4 وما كسر وكشهم الأف 5 Queen على الـ E6 وبهذا الوضع كسر الفرق الجواريون أن الجنود هاي مانا مدبلة أو عفوان مدبلة مانا صحيحة وهون كسبارو فكر وحكالك شو القطعة اللي مانا نشيطة عندي شاف إنه القلعة هي مانا نشيطة وعشاني نشيطة لازم يجيبها على عمود مفتوح ألا لو أجي على الـ E1 فهل مربع ممسوك بالفيل لو أجي على الـ B1 فممكن أن يجيز B5 وكمان القلعة مسكر عليها لو أجي على الـ C1 مسكر عليها على الـ D1 مسكر وعلى الـ E1 مسكر فحكالك أحسن شي ممكن أن ألعبه هون إنه أنا ألعب G3 نقلة كثير بصراحة يعني نقلة عجيبة جداً فكرة هون إنه أنا طالب أكل هذا الباشا بعد FxG3 FxG3 أنا نشيطة القلعة تبعتي ومانع الملك تبعك إنه يفوت فجأة الجندي هذا صار أصعب إنه يتمسك B4 بهذا الوضع من الأسود بيشب على الـ F4 تعال كسر فيها بيشب D4 ما بيتكسر طبعاً لو أنت هون كسرت يعني بشكل عام خلص هذا الجندي سلك بينما هالجندي ممكن إنه يتمسك يعني ما كسر هون الأسود إجابيش بدي 4 تشك هون كينغ على الـ H1 B3 G4 كينغ على الـ D5 بيحاول إنه يجيب الملك هذا هون وهون وهون G5 من اللاعب الأبيض هو كسبر وفي E6 فكرة E6 إنه أنا بدي يجي نات على الـ E7 أحاول أمسك كل الجنديين H6 نات على الـ E7 بدي يجي نات G6 عشان أمسك هذا الجندي وأروك على الـ D1 رابط الفيل وطالب بيشب على الـ E3 على سبيل المثال E5 هات الفيل تبعك بيشب على الـ E3 وكينغ على الـ C4 بدي يجيب الملك تبعي هون وأحاول إنه أدز بيشب تيكس دي فور إي تيكس دي فور إحنا فوتنا الـ Endgame الماتيريا المتعادل أنت عندك جنديين وحصان مقابل القلعة لكن يعني الفرق الجوهري هون هو البيادق هو البيدقين تلكات وهون صح منهم أربعة لكن مدبلين كينغ على الـ G2 B2 من اللاعب الأسود كينغ على الـ F3 كينغ على الـ C3 نكمل هون بنقلة الـ E7 طبعا الفكرة أنه أنت بهذا الوضع كأبيض طالب أنه تجيب وزير فنعت على الـ G6 ماسك هاي الخانيه و كينغ على الـ E4 كينغ على الـ E4 صارت مسألة خانيه كسباقا لا بهذا الوضع أنا كأبيض بس مهلي لأنه أكشك أو بس أنه مثلا يجي روك هون وأكل بعد هيك أكل أو يجي كينغ F5 وماسك لك هذا الجندي فبهذا الوضع هون الأسود لعب كينغ على الـ C3 C2 طالب القلعة نكمل هون رق H1 D3 كينغ على الـ F5 طالب الأحصان C1 جاب وزير لأنه لو أنت بهذا الوضع رجعت لورا فأنا ممكن أن يعدز طالب G7 بعد ما تأكل أنا بأكل لو بدك تيجي هيك عادي أنا بأكل أجيب وزير أبلك وهذا الوضع يعني هو مكسب لو أنت ما بتعرفه هو مكسب لأنه الجندي جندي D طيب خلونا نرجع لورا فأجه هو بي 1 كوين كسر كسر ويجه هون كينغ تاكس على الـ G6 تاس D2 H8 كوين D1 إقلز كوين صح أنه الأسود عنده جندي زيارة لكن هذا الجندي متقدم أكثر كوين على الـ F7 طبعا الفكرة أنه بهذا الوضع أنا بدي يجيب الملك مع تشك بعد هيك أدز مالا الوضع اللاعب الأسود عنده كتر نقلات ممكن أن يجيه هون ويكسر وزراء ممكن أنه يحرك ملكه لكن لعب بي 5 لأنه جندي الـ B7 كان مطلوب طبعا لو أتبه الوضع أكيد كسرت وزراء فهذا الشي ما من صالحك لأنه هالجندي خلص تتنقلاته بصر وزير بينما أنت لو بتحد 1-2-3-4-5 كتير متأخر بي 5 كينغ على الـ F6 كينغ على الـ B2 كينغ على الـ H2 كينغ على الـ A1 كينغ على الـ F4 طبعا فكرة تمكنها على الـ F4 إنه أنا بمنع أي كشاكش لو بدك تكشني من الـ F1 اتمنعت لو بدك أنت مثلا تكشني من الـ F1 اتمنعت فمنع كل الكشاكش وجاهز إنه يجز 1-2-3 وزير B4 كينغ على الـ B4 كينغ على الـ G7 طبعا هو حاول أنه يعطي جندي مقابل الكشاكش لكن كما مرة بعد كينغ على الـ B7 كل الخانات ممسوكة وما عندك أي شيء B5 كينغ على الـ D4 كينغ على الـ B1 G6 كينغ على الـ E4 مشان الله تعال كسر طبعا لو كسرت فهذا الوضع متعادل طيب فما كسر أكيد كسباروف وإجا كينغ على الـ B2 كينغ على الـ C1 كينغ على الـ F6 وكما مرة يعني شوف شون يا إخوان الذكاء هلا هون هو أوكي بعد هالوضع ممكن أنه يجي هون بس شاف أنه في كشاكش وحكالك خلص خلينا اكشو من الـ F2 أول بعد كينغ على الـ F6 انت بطل عندك كشاكش D4 من الأسود وبعد نقلة G7 سلم هون العالم لأنه ما في أي طريقة تمنع فيه هذا الثديد ولو انت مثلا هون كملت G7 أنا بأكل هذا الجندي ويصير عندي جندي كاملة زيادة وحيترقى وحيصير وزير فقام كتير رأي بجدنا بصراحة مستوى كتير عالي من كسباروف عزروني يا أخوان أنا هالفترة كتير عمعاني من مرض اللي هو الخربطة بالحكي شفتوني كتير عم أخبص بالحكي يعني بحكي كلمات عربية مش كلي يا إخوان أنا لا عم بحرف أحكي عربي ولا إنجليزي يعني لأولي حل باللعزة في دكتوري يحكي لنا الحلق تحت بالكومنتات طيب شكرا لكم على المشاهدة إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بهذه الحلقة أنا أكثر بصراحة حبيتها الجيم وحبيت الأسلوب واللي خانحكي الأداء العالي اللي عب في كسباروف أكثر شي بصراحة أنا خانحكي حسيته كان فارق هو نقلة نات بي سكس وين نات بي سكس؟ فعليا هاي كانت النقلة الجوهرية اللي كسبته الجيم لأنه لما فات إنجيم كان عنده بهذا الوضع خير نرجع كان عنده الأسود جنود مدبلة تخيل إنه هالجندي مثلا كان جندي هون كان حصل الوضع كتير أخطر وبالعكس ممكن إنه الأسود كان يكسب طيب شكرا لكم على مشاهدة كما مرة إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بهذه الحلقة لو أنت أول مرة بتشوفنا تأكد إنك اشتركت بالقناة وحطيت لايك سبحانك اللهم بحملك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلى اللقاء جميعا سلامت